بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد درس جديد من دروس رياضيات الصف الخامس وما زلنا مع الوحدة الخامسة ولكن الدرس الثاني عشر اسمه الأماط والعلاقات في قوى العدد عشر ده مرتبط ارتباط شديد بالدرس السابق القسم على قوى العدد عشر علونا تذكر حاجة مهمة خدناها قبل كده فكرين العلاقة بين وحدات الكتلة كان مين وحدات الكتلة؟ الكيلو جرام والجرام طب الكيلو جرام في كم جرام؟ الكيلو جرام ألف جرام طب العلاقة بين وحدات السعة أو الحجوم وحدات السعة اللتر والملي لتر طب واللتر لو اتفك اللتر ألف ملي لتر يبقى الكيلو جرام ألف جرام واللتر ألف ملي لتر طب العلاقة بين وحدات الطول أكبر وحدة في الطول الكيلومتر واللي بتستعملها في طرق الصفر بين المحافظات الكيلومتر ألف متر دي أكبر مسافة وعندين أربعة إخوات ومستر حمد غناهم كتير متري دي سي سنتيميلي متري دي سي سنتيميلي الأربعة لإخوات وكل اتنين جيران الفرق بينهم عشرة طب لو سألك الكيلومتر كم متر أهو من الأهنية الكيلومتر ألف متر طب المتر كم سنتي فين المتر أهو فين السنتي أهو دا مش جيران دا بينهم وحدة الدي سي يبقى الإيجابة مية لمية عشان ركبت موصل طين طب أقولها للولاد بطريقة تانية متر الخشب اللي الرجل بيقس بالقماش لو قلنا له بعد إذنك نبص عليه هنلاقي نترقم زيرو عشر عشرين تلاتين أربعين لحد مية يبقى المتري ميت سنتي طب من السنتي للميلي السنتي أهو والميلي أهو دا جيران السنتي عشر ميلي خدنا جزء دا قبل كده أيوة خدناه على بقى على المسائل وقولك كنا بنحل إزاي وهنحل جديد إزاي المسألة دي مش جديدة علينا خدناه قبل كده عايزين نحول العدد دا من سنتي المتر كنا بنعمل إيه ننزل العدد زي ما هو الصنتي للمتر من زغير لكبير طب المتر ميت سنتي بس دا صغير كنا بنضرب في واحد من مية فاكرين آه فاكرين طب كنا بنجيب الإجابة إزاي ننزل العدد سادة أهو وبدم واحد من مية أي حاجة في واحد بنفس الحاجة طب البوينت بعض رقمين نحطه بعض رقمين دا اللي كنا بنشرحه سابقا أمال إيه الجديد النهاردة إيه الجديد إن أنا ممكن أحلاها حل آخر بدم الصمت أصغر من المتر يبقى بنحول من زغير لكبير يبقى نقدر نقسم عالمية على طول طب نجيب الإجابة إزاي ننزل العدد سادة وبدم عالمية يبقى البوينت بعض رقمين حد خد باله من حاجة الإجابة دي هي دي يبقى سواء ضربت في واحد من مية أو أسمت على مية لاتنين صح طب واحدة كمان طبعا ما تنساش أقولك طلع الإجابة مكانها يلا حبيبي العدد دا بالليتر وعايزينه بالملي يبقى أنا بحول منين من كبير لصغير من كبير لصغير طب اللتر في كم ملي في ألف يبقى نضرب في ألف دي الطريقة اللي خدناها من كبير لصغير نضرب في ألف طب عايز أجيب الإجابة ننزلي الأرقام سادة طب لما أضرب في ألف ننط بالعلامة 3 مطات يمين يا مريم أدي وان أدي تو وفضل خطوة يبقى نحط إيه؟ نحط زيرو نحط زيرو طب ليه عملنا كده؟ لإن بضرب في إيه؟ بضرب في ألف طب ليه ضربت في ألف؟ علشان اللتر في ألف ملي لتر اللتر في ألف ملي لتر جميل؟ جميل طب عايز طريقة تانية نعمل إيه؟ أضرب في مقلوب الألف طب مقلوب الألف اللي هو كام؟ اللي هو واحد من ألف اللي هو واحد من ألف تمام يا أولاد؟ تمام طب نعملها إزاي؟ أقول لك أتحرك جهة اليمين ثلاث خطوات فاكرين الحركة دي طالما بأسي مع الأجزاء يبقى نتحرك يمين ننزلي الأرقام سادة آه سادة آه تمام تمام واتحرك ثلاث خطوات لإني دي جزء من ألف أدي وان أدي تو وفضل خطوة نحط صفر لحظت إيه؟ لحظت إن الإجابة هي هي أهي ونطلع الإجابة النهائية فوق تمام؟ طلع ناخد إيه؟ إزا واحدة من نوعية دي يا أولاد أدي سنتي ودي متر كنا بنحلها سابقا إزاي؟ والجديد إزاي؟ ننزل العدد زي ما هو المتر ميت سنتي بس ده من زغير لكبير يبقى مقدرش ألف مية أم لأقول إيه؟ ألف واحد من مية طب عايز الإجابة النهائية ننزل الأرقام سادة والبوينت بعد رقمين يتحط بعض رقمين دي طريقة طب الطريقة التانية من زغير لكبير نقسم عالمية طب عايز الإجابة ننزل الأرقام سادة وبدأ بتقسم عالمية البوينت بعد رقمين محصت إيه حبيبي؟ الإجابة هي هي سواء في الضرب أو في الإسمة طب واحدة كمان زي دي تلتميت جرام ننزل التلتمية الكيلو جرام ألف جرام بس أنا بحول من زغير لكبير يبقى مقدرش من زغير لكبير أقول في ألف أم لأقول إيه؟ في واحد من ألف أقول إيه أولاد في واحد من ألف طب عايز الإجابة ننزل الأرقام سادة والبوينت بعد ثلاث أرقام يبقى تحط بعد ثلاث أرقام الإجابة أهي وطبعا مش هقولك إن التلتمية من ألف هي هيها التلاتة من عشرة لإن الصفرين عليمين في وجود البوينت ما لهمش إيمة طب لو عايز أعملها بالطريقة الجديدة ننزل التلتمية من زغير لكبير يبقى نقسم على ألف بابا يقولك جات منين الألف تقولك كيلو جرام ألف جرام يبقى نقسم على ألف طب تلتمية على ألف نحزف صفرين مع صفرين تلاتة على عشرة اللي هي تلاتة من عشرة نفس الإجابة اللي فوق هي هيها التلتمية من ألف ونحط الإجابة هنا واسيبك تعمل البقين يجي لصغة سؤال ثاني سؤال مختلف خدنا زيه الدرس اللي فات هنا بيسألني العدد ده بقى ده يقوم ييجي ولد لما حيقول لي مستر أنا لاحظت أن الأرقام هي هي أقول له تمام تسعة واحد زيرو اثنين ودي زيها يبقى الإجابة هنا إيه يا الطيبين عشرة مية ألف يا الأشرار واحد من عشرة واحد من مية واحد من ألف طب أعرف منين هي الطيبة ولا الشريرة أبص ليه صحيح دي تسعة جنيه طب والصحيح اللي هنا تسعمية وعشرة طالما كبرت يبقى لي بتاعت الطيبين يبقى الإجابة هنا كام يا أولاد يا عشرة يا مية يا ألف طب أعرف إزاي يا مستر العلامة بعد ثلاث أرقام لقيتها بعد رقم يبقى الفرق بين الثلاث أرقام والرقم رقمين يبقى الضربت في مية طب لو عايزها بالعلى بالمقلوب أعكس دي بدل المية تبقى واحد من مية عكس المية واحد من مية طب واحدة كمان دي نبص الأول هنا زيرو وهنا زيرو تمام طب دول رقمين ودول ثلاث أرقام ما أنا عايز أعرف هو العدد زاد ولا قال أقول لوزني المسألة كإني هنا في زيرو بقى دي تلتمية وتسعين دي تسعة وتلاثين من ألف يبقى العدد قال لي ولا زاد قال لي يا مستر بدام قال لي يبقى أنت شغال مع الأشرار يا واحد من عشرة يا واحد من مية يا واحد من ألف طب مين اللي هيساعدني دول رقمين ودول ثلاث أرقام الفرق رقم يبقى واحد من عشرة طب المعكوس بتاعها يبقى كام يبقى عشرة طب نجل دي هنا زيرو صحيح هنا 750 جنيه يبقى كبرت بدام كبرت يبقى احنا شغالين مع الطيبين يبقى الإجابة كام يا عشرة يا مية يا ألف طب مين اللي يغششني البوينت هنا رقمين طب هنا مفيش بوينت دي اختفت بدام رقمين واختفت يبقى الضربت في مية طب ما فيه صفر زيادة يا مستر فيه صفر زيادة آه يبقى ألف يا أولاد نضيفه العالمة بعد رقمين واختفت يبقى مية وفيه صفر زيادة يبقى ألف طب المعكوس بتاعها يبقى كام يبقى واحد من ألف طب واحدة كمان هنا 28 جنيه هنا زيرو جنيه يبقى إيه اللي حصل أل طالما أل يبقى انت شغال مع مين مع الأشرار طب أعرف الإجابة ازاي هنا رقم وهنا ثلاث أرقم عشرية ثلاثة اشتر رقم يبقى رقمين يبقى واحد من مية طب المقلوب بتاعها يبقى كام يبقى مية يا أولاد واحدة كمان عشان متسبك للمسائل تشرحها بنفسي عشان تفهم هنا مية وخمسين صحيح وهنا مية وخمسين لا يا مستر ده مية وخمسين ألف وثمنمية نعم ما دي مية وخمسين بس يبقى إيه اللي حصل كبرت بدام كبرت يبقى احنا شغالين مع مين الطيبين يا عشرة يا مية يا ألف طب العلامة هنا رقم العلامة هنا بعد إيه بعد رقم طب ولا فيه هنا علامة لا مفيش اختفت يبقى عشرة لحد دلوقت عشرة يقوم ييجي ولد يلفت نظري يقول لي يا مستر دي زادت صفرين أقول له حطهم يا حبيبي يبقى الإجابة ألف العلامة بعد رقم واختفت في الإجابة يبقى عشرة لقيت صفرين زيادة ضفتهم طب المقلوب بتاعها يبقى كام يبقى واحد من ألف نجيل دي خمستاشر جنيه هنا زيرو جنيه طالما قال لي يبقى احنا مع الأشرار طب مين لي يغششني واحد من عشرة ولا واحد من مية ولا واحد من ألف لا أجزاء هنا رقم وهنا ثلاث أرقام ثلاث أرقام اشتر رقم يتبقى رقمين بدم رقمين يبقى الإجابة كام واحد من مية طب المقلوب بتاعها يبقى مية نجيل دي هنا تمانية جنيه هنا زيرو جنيه قال طالما قال لي يبقى أشرار طب عرف واحد من عشرة ولا من مية ولا من ألف هنا رقم هنا رقمين الفرق خانة يبقى واحد من عشرة يبقى واحد من عشرة طب عكسها يبقى عشرة سليمة اللي بعدها هنا جنيه طب هنا ألف تلتمية سبعة واربعين يبقى دي كبيرت طالما كبيرت يبقى أنت شغال مع الطيبين يبقى الإجابة يا عشرة يا مية يا ألف طب من اللي يغششني الأجزاء ثلاث أرقام عشرية واختفت بدام اختفت يبقى ألف طب في صفر زيادة لا يبقى الألف تمام طب عكسها يبقى واحد من ألف الشريحتين دول شريحتين محتاجين فهم طب بيكونوا فهمين أنا ما سيبتش ولا مسألة سلاحي التلمس فيهم على نشوف بقى سئلة خفيفة صح وإيه وغلط بيقول لي لو ضربت العدد ده في العدد ده يطلع ده أقول له ما اعتمد على نفسي طب مش ده نعتبره واحد آه وده نعتبره صحيح نعمل إيه ننزل الأرقام سادة أوكي هنا البوينت بعد رقمين وهنا البوينت بعد رقمين يبقى في الإجابة البوينت بعد أربع أرقام طب هل دولار باعة آه يبقى بوينت زيرو طب هل دي شبه إجابته لا يبقى الإجابة غلط اللي بعدها اتنين واربعين ونص على واحد من مية هي اتنين واربعين ونص في مية يجي ولد لماح يقول استنى مستر العدد ده هو العدد ده وواحد من مية في الإسمة عكس المية في الضرب يبقى الإجابة دي ايه صح بمجرد النظر صح بمجرد النظر عرفت منين الأولاني هو الأولاني وفي مية عكسها على واحد من مية يبقى الإجابة صح طب دي بالصمت ودي بالمتر قد بعض أقول له معرفش نحول دي أو نحول دي طب مين اللي سهل نحول الكبير اللي هو مين المتر ده أضربه في كام أضربه في مية طب لما أضربه في مية ننزل الأقام سادة ونمط نططين جات في الأول ملهش إيمة شبه إجابته يبقى العبارة صحيحة اللي بعدها العدد ده بأسمه على ألف تطلع الإجابة دي أقول له والله ما أعرف وما لا تعمل آه مستر أحلي بإيدي أهو أدي العدد سادة لما أسم على ألف العلامة نط تلت نطات شمال أدي وان فضل اتنين نحط صفرين وبوينت زيرو طلعت شبه إجابته أيوة شبه يبقى صح اللي بعدها قل بالك من دي العدد ده على واحد من مية العدد ده في مية سمع ولد بيقولي دي شبه نمر بيه الإجابة صحيحة يا مستر حامد لإن معكوس دي هو المية أقول له انت الحد كده صح معكوس الواحد من مية هو المية بس انت مخدتش بالك إن الأخ ده للأخ ده آه تصدق ده ده خمسة جنيه النمد واحد وخمسين يبقى الإجابة خاطئة يبقى ليه بيه صح لإن العدد ده هو ده طب فيه غلط ليه العدد ده مش قدي ده عايز الولد اللماح سؤال اللي بعده أكبر من وأصغر من اسمحولي مابدأش بالترتيب اسمحولي أغششكم هتبدأ بمين يا مستر هبدأ بداله واو طب ليه مستر حامد عايز أقولك معلومة مفيدة في الاتنين دول دول أهم اتنين في المسألة ويعتمد على الولد اللماح الزكي بصوا يا جماعة ستة وخمسين في عدد ستة وخمسين على عدد الستة وخمسين هي الستة وخمسين تعادل اتضربت في واحد من آلف اتأسمت على عكسها آلف هي هيها يبقى بيساوي بمجرد النظر لأن العالة ألف ممكن تتقلب فيه واحد من ألف زي دي هذه واحدة مهمة طب التانية هنا ثلاثة وهنا ثلاثة ده اتضرب في ألف ده اتأسم على واحد من ألف الثلاثة أدي الثلاثة والضرب في ألف يعادل الاسم على واحد من ألف يبقى يساوي معلومة مفيدة شفت أنا بدأت لك بالاتنين الأهم طب دول هل في رابط بين ده وبين ده بص كده في رابط لأمي زي بعض يبقى لازم أحل نحل دي فوقها ونحل دي فوقها ننزل الأرقام سادة طب بأسم على مية يبقى نطتين شمال وان تو جات في الآخر لها ايه ما تتحط اهي طب نجل دي ضرب ننزل الأرقام سادة بضرب في مية يبقى نطتين يمين وان تو جات في الأول ملهش ايما يبقى أنا جبت الإجابة دي والإجابة دي مين اللي يكسب يا أولاد طبعا دا اللي يكسب لا لإن كل ده صحيح إنما ده كسر عشري طب نجل اللي بعدها هل دي شبه دي لا مش شبهها يبقى لازم حل ننزل الأرقام سادة اهو بضرب في مية يبقى نطتين وان تو يبقى جات هنا ننزل الأرقام سادة اهو بأسم على عشرة يبقى نطتش مال يبقى بين الواحد والخمسة مين اللي يكسب دا اللي يكسب لإن معا ثلاث أرقام صحاح إنما دا رقمين يبقى دا يكسب طب نجل دي هل دا شبه دا لا مش بالملي يبقى لازم حل أنا بعلمك امتى تجيبها بالنظر وامتى تحل عالمية يبقى نطتين شمال واحد اتنين تيجي هنا طب دي ننزل الأرقام سادة اهو الحق يا مستر دا دي أجزاء يبقى نمشي مين خطوطين وان تو يبقى مالهاش قيمة يبقى مين اللي يكسب دا اللي يكسب لإن دا صحيح دي ضرب ودي ضرب ودي مش شبه دي يبقى لازم حل ننزل الأرقام سادة بضرب في مية يبقى نطتين يا مريم ادي وان فضل التو أحط زيره ننزل التمنتاشر تمنتاشر في واحد بتمنتاشر والبوينت بعد رقم ييجي بعد رقم من اللي يكسب طبعا دي اللي تكسب لإني دا جنيه إنما دي مية وتمانين جنيه يجي نهاية الدرس خلاص بعاتش في شرايح تانية كده خلص درس الأنماط والعلاقات بجميع تدريبات كتاب سلاح التلميذ الدرس الاثناشر في الوحدة الخمسة ترجمة نانسي قنقر